نحن نقول له لحد الآن على فكرة الذي يقدر يقنعنا بشيء ثاني والله مستعدون ومرنون جداً نحب أن نقتنع لأننا لسنا مع التعدد يعني إيه بحماس أو بحب لا 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 التعدد لا نراه ضرورة أبداً كما يرى بعض الناس نحن نراه علاجاً لضرورة في حالة ضرورة في مشكلة قائمة صعبة جداً وتستدعي تقتضي حلاً أخلاقياً وإنسانياً رحيماً أكرم من أكرم أن تبقى المرأة وعرحم أكرم وعرحم أن تبقى المرأة محرومة حتى تلقى الله ما في رحمه هنا في جحمه هنا في نقمة أو أن تصبح ملكية عامة أرثر شوپنهور أقول لك أي عدو المرأة أنت بجيب لي نسا بس كلامه صحي يجدخن عدو المرأة كلامه منطقي أرثر شوپنهور في كتابه المشهور كلمة عن النساء قال في إنجلترا في لندن قال في وقتي هذا يقول ثمانون ألف بنت عمومية يعني قصده بايعات هوا ثمانون ألف يشوف وقت الآن كيف قال هؤلاء سفكا دم شرفهن على مذبح اعتماد قانون الزوجة الواحدة ممنوع التعديد واحده بس قال هذا أصبح ملكية عامة ومغالاة المرأة يقول الحديثة في حقوقها بغطرسة أي وكبر يقول حقوق شوفي حق أختك في الإنسانية أيضا فمن أكرم إذن أن تعيش ملكية عامة مسفوكة دم الشرف في الشوارع أو في الحنائر أو في الكورنرات أو تعيش نصف زوجة إذا كانت ثانية أو ثلث زوجة إذا كانت ثالثة أو ربع زوجة إذا كانت وبالمناسبة واحد هنا لا يسوي أربعة واحد هنا هو مقسوم على أربعة بصراحة فتعدد الزوجات ما تقول لي واحد يسوي أربعة هو لا يسوي أربعة هو واحد على أربعة تعرف ما الذي يدفع الثمن؟ الثنان المقسوم يعني المقام البسط يدفع عن الثمن الرجل المسكين موزع بين أربعة وكما قلنا أقرب الجنون مصطفى السباعي والنساء المسكينات أيضا كلهن أو كل واحد من هنا تحفظ ماذا؟ بربع رجل لكن ربع رجل ولا الملكية العامة أو الحرمان سؤال فقط نريد حلا لهذه ستقول لي طيب موضوع الشرط موضوع الاختيار نجيب عن هذا ونمضي إن شاء الله في الخطبة الثانية أقول قولي هذا واستغفر الله أهلي ولكم أخواني واخواتي تحدد الزوجات ليس كما يحذل البعض أن يفهمه أو يتوهمه أنه نوع من الخطيفة الرجل يخطف ثلاث نساء أو أربع نساء ويحتجزهن في البيت هذا كلام فارغ وخيال واهم الذي يحصل أن الرجل الراغب في التعدد لسبب أو لآخر أقول لي مثل ماذا؟ مثل مرض زوجته يمنع عليه أن يواقعها بأمر الطبيب مصاب بجلطة ممنون تموت فهمتم؟ أو لأمراض أخرى كثيرة أو لأنها عاقر عاش معها ثلاثين سنة دون أن تسعدها بالفم الصغير البسام ابن بنت لا يوجد مسكين وبدأ يكبر الآن وبدأ يشعر بذبول الحياة والحيوية وبخريف العمر بده ولد قبل ما يموت ولد يحمل اسمه غريزة في الإنسان حتى الأنبياء سكرية يرثني ويرثهم من آل يعقوب حتى نبي مظبط أو لا؟ طيب هذه الحالة ما تعمل؟ وهي لا تود أن تطلق دون لا أنا أرضى أبقى زوجتك إن شاء الله وتزوج علي صعب جدا عليها بالعكس أنا اقترحت أن يسمى تعدد الزوجات الضرائرية أنا سترجمه سمي الضرائرية طبعا هو شيء مضر هو شيء متعب جدا للإثنين لكن هذا المضر كالدواء المر مهما كان مرا بما أنه يحل مشكلة لا حل لها إلا هو سنأخذه ولا ما الصحيح هذا العقل يقول هيك سنأخذه طبعا سأنكر على كل من ظن في نفس الفوحل الزائد وراء يحدد ويتوسع في بناة الناس هذا بالعكس نحقر مسلكه وخاصة في دول فيها الشباب العربي والمسلم زوجة أولى وهو زوج لي عشرين واحد الزوج وطل يا رجل كما قلت مرة قبل هيك أروح زوج بهذا المال الشباب والشبات أكرم لك وأحسن عند الله في الدنيا والآخرة أنانية أنانية يعني ماذا أقول محقورة بلا شك نرجع إذن هو لا يختطفهن هو يذهب يخطب إحداهن الآن السؤال بالله عليكم امرأة أو فتاة توافق هي ويوافق أولياؤها أبوها وأخوها وأمها طبعا كذا أن تكون ثانية هل يوافقون وعندهم خيار ألا يوافقوا خلنكم أخيين ولا واحد فيكم مهما كان فقيرا وعاقرا وأبا رحيما في أباء مجرمين في قتلة في أباء ببيعوا بناتهم مدفعون للفاحجة أقول الله يقطع عرقهم قطع الله عرق هؤلاء الأباء والله العظيم بس قلة النادر لا حكم له النادر لا لكن معظم الأباء لا يرضى لابنتي أن تتعذب بأن تكون زوجة ثانية أو ثلاثة أو رابعة إلا أن يكون هو وهي ماذا؟ مضطريني فات القطار المسكينة أفضل تصبح ثانية أو ثلاثة على أن تعيش محرومة سائرة عمرها صح ولا مصاح هل تقول لي طب هل البنت الخيار طبعا شرعان البنت البكر والثيب لها الخيار في زواجها وأمها لها الخيار مسألة الفرقية مش هنخوض فيها طويلة بس هذا هو خلاصة التشريع آمير النساء في بنتهن آخر شيء كما قلت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر